اهلا بحضراتكم من جديد الفقرة الحورية في حلقة الليلة عن الأسواق إدارة الأسواق والأسعار والهدف الأساسي هو حماية المستهلك وأن يكون المستهلك في بحبوحة يستطيع أنه هو يشعر أن هناك تغيرا قد حدث في الأسعار وفي طوافر السلع والمنتجات بعد أن أعلنت الدولة وأعلن كل المختصين عن خفضات هائلة في أسعار صرف العملات الأجنبية حتى إن شاء الله خلال أيام نصل إلى سعر موحد بين ما يسمى بالسوق الموازية وبين الأسعار المعلنة في القطاع المصرفية لذلك من الضروري ومن المهم أن يكون هناك صوت عاقل حكيم عليم أيضا بما يدور في الأسواق وما يجب أن تلتزم به كافة الأطراف المعنية بعملية إدارة الأسواق والتجارة الداخلية معي في هذه الفقرة لسات لواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستلك سابقا دكتور عاطف أهلا بك أهلا بحضرتك معلش أدخلنا عليك ولكن الوضع والظرف والتفاعلات تستحق أن يكون حضرتك معنا يعني تنير لنا الطريق ونضع رشدته وبعض الملاحظات في إدارة الأزمة الحالية التي اتقربت على الانتهاء أولا أنا أشكر حضرتك لإحنا بنعيش الإيمين دولا عارف زي فيه أفراح وليالي ملاح إحنا كل يوم بنستقبل حاليا خبر كويس يعني بعد رأس الحكمة كانت هي كانت رأس الحكمة ورأس الخير وبعدين دلوقتي بيتكلموا على رأس جميلة في شرم الشيخ بيتكلموا على أرض اللي هي بتاعة الحزب الوطني بيتكلموا على الرأس المالي اللي هو جاي من برة أعتقد دي كلها دلائل بتقول إن فيه انفراجة الحمد لله ابتدت الناس تشوفهم أول رد فعل سريع كان على الدولار صحيح مين يقول إن الدولار في الفترة القصيرة دي النهاردة كان فيه ناس بتتكلم على 38 و39 و37 و40 بعد ما كان يقولك ده كان 60 لا ده بقى فرصة فرصة عالمية لو حد فينا قال هيوصل ال40 هيقول له مجمون سعيد اللي دايما بيقولوا إن ارتفاع الأسعار بيبقى بيواكب مرونة مرونة فيه إن المرونة بتاعته بتبقى تصعودية إنما نزول الأسعار بيجب نوع من البطء لإنه مش بنفس المرونة اللي هي باتصعب الأسعار إنما اللي حصل في الدولار النهاردة أنا عملتها أهدة مكالمات لقيت مثلا في العربيات إحنا مفروض الأسعار بتاعت تنزل بتاع الدولار اللي من دولار تأثيرها مفروض خصوصا بالنسبة للمكونات أو للنسبة للسائرات اللي هي المستوردة مفروض إنه ييجي مع بداية التعاقدات اللي بتحصل اللي من دولار وهتيجي مثلا الشهر ده أو الشهر الجاية التعاقد في ظل السعر صرفه معايد أه لإنك أنت في الآخر بتحط المنتج بتاعك في السوق بعد حساب التكلفة اللي أنت حطتها فيه صحيح وبيضيف عليها بقى أنه لون الجماري كل هذه الأشياء النهاردة السوق ابتدى يقول إنه فيه من 5 إلى 15% عموما في أسعار العربيات نزدت انتفاض والنهاردة أما يتقال 5 إلى 15% ما دي عربيات مش اللي هي هينطبق عليها النزول اللي متوقع لأنها هيتم شراءها بسعر دولار أقل من السعر اللي هو ما اشترى النهاردة يعني اللي اشترى بـ 60 و 65 أو بـ 50 غير اللي النهاردة ممكن يشتري بـ 38 و 40 صحيح يبقى إذن إن فيه كان هو فيه فجوة قدت الزيادات المحطوطة في السوق أزيد من اللي كانت مفروض إن هي تتحط صحيح فيه فقاع موجود كان فيه فقاع دي نمرة واحد نمرة اتنين الشعور العام أما بيجي يحسب تشوف مزاج التجارة في هذه الاتجاه بيحط دايما يقولك إن إيه طب أنا النهاردة بشتري بـ 60 ده بيقولها هيطلع 70 فبيبتدي حط لنفسه سعر أكتر من السعر اللي هو اللي وصل ليه عشان بيقول شي لنا بعد ما جبها وبيحها بـ 60 أفاجأ إن هي بقت بأكتر من كده فبيحط فإيه الـ 60 دي أساساً كان مفروض إن هي أقل من 5 و 15% من السعر يبقى إذن كان فيه هناك فيه فجوة برضو موجودة حالياً الأسعار اللي هي المتوقع إن هي هتنزل هتنزل بس إحنا يجب إن إحنا بقى نتمسك بهذه الفرصة بشكل أكبر نعمل إيه بقى؟ بص حضرتك موضوع أنا قلتها حتى في برنامج حضرتك وقلت إن هي ليست فقط جهاز حماية المستهلك هو المسؤول عن إدارة هذه المنظور حماية المستهلك أحد اللعبين الرئاسيين اللي موجودين الذي له دور حقيقي وأنا شايف الفترة الأخيرة إن الجهاز ابتدى يصر وشوفنا شوف ضبطيات في السكر وشوفنا ضبطيات في الناس اللي بتحتجز السلع الاستراتيجية وإنت تعرف حضرتك إحتباس السلع الاستراتيجية عن التداول ده مادة موجودة في قانون حماية المستهلك حطناها وطلع في قانون 1-80 سنة 2018 مادة اللي هي 18 حبس السلع اللي هي حبس السلع عن التداول ماينفعش هو كان بس متوقف على حاجة إن مجلس الوزراء يطلع تعريف ما هي السلع الاستراتيجية لغاية ما السيد رئيس الوزراء مؤخرا طلع القرار أعتقد 5000 اللي هو عدد السلع الاستراتيجية السبع سلع اللي هي السكر والزيت والرز والألبان اللي هي اعتبروها من السلع الاستراتيجية السبع فأصبح النهاردة ليه لإن كان بنواجد صعوبة إن في الرز مثلا يعني خلال فترة كنت بعمل مسشار السيد وزير التموين مع دكتور جودة كنا ليه بندور على الرز لإن الرز السلع أستراتيجية بتنزل على البطاقة التموين طبعا فييجي التجار يعملوا إيه ييجي هناك للفلاح يدي له فلوسه بالبتاقة وقول له خليها عندك خشي انت بقى على المخازن بتاع التاجر مش هتلاح حاجة عند الفلاح عند الفلاح والفلاح اللي هو جاءت ما انت مش هتدل بقى تروح للفلاحين كلهم ها طبعا والدور عليهم فهي الموضوع احنا عايزين بقى نلتخط أنفسنا ونبتدي نقول نعمل ايه الفترة اللي جاي ايوة دي أهم نقطة نمر واحد ان أي منتج بيوصل لإيد حضرتك ده منتج بيبتدي لو احنا بتتكلم بتتكلم على من أول البزور والسماد والكيماوي اللي بياخدها الفلاح النهاردة زي كنا بتتكلم على الرز الرز مصر بتنتج تقريبا من أربعة لأربعة ونص مليون طن رز طيب الاستهلاك بتاع المصري للسوق المصري لا يتجاوز بقى ايه شكل الأشكال تلاتة وستة من عشرة مليون طن طب ده فيه بقى انت عندك زيادة عندك فائد بتصدره عندك فائد بتصدره أو بيتم التلعب بقى ايه شكل من الأشكال بينزل تاني السوق بس بطريقة تانية بعد ما يكون حصل فيه تلعب وبالتالي بيزود سعر زي السكر السكر حضرتك كما يجي الناس بتروح تحتفسه ويا ما فيه ناس بتيجي تاخد نمر واحد طبق ما هو فيه قانون حماية المستهلك بوضع السعر على السلعة نفسها وليس على الرف يعني النهاردة على المنتج نفسه على المنتج على الأبوة نفسها على الأبوة نفسها وده موجود في صميم القانون مفروض من واحد مارس قاله هو يعني مع كل هو واحد مارس ليه القانون طلع في سنة الف سنة الفين وطمنتاشر ولم يتم تطبيقه كل القطر وكل اللي كان بيحصل ان هنحط على الريون هنحط على الرف هنحط لا تم فيه سلع كان بتطلع من المصانع بيتحط عليها السعر بتاعها وبالتالي النهاردة ما بيقاش فيه لبس يعني النهاردة لما خش السوبر ماركت وفي أي حتة وبص على السلع اللي موجود وعليها السعر بتاعها يبقى أنا على طول أعرف ان دي سعرها ده لو هو بيع بأكتر بالسعر فيه هناك جريمة تسمى البيع بأزد من السعر المعدن يعني النهاردة كان بيحصل ايه لو حس ان السعر زاد يعني ده فيه حاجات لا تدخل النهاردة حضرتك فيه أدوية آآ زادت أسعارها لا تتناسب يعني مثلا البداتين اللي هو الغرغرة كان باربعتاشر جنيه روحت اشتري بس بيقول لي إيه ستين جنيه يا جماعة ده فيه حاجة أكيد غلط قال لي لا ده دي العبوبة هي دي اللزل الجديد يبقى إذا النهاردة حتى التفاوت في الأسعار ده ليه دور هنا فيه عندنا اللي هي وزارة المالية ممثلة في التهرب الضريبي لازم يكون دور هناك لو الناس قالك إحنا فيه تنافسية محطش تسعيلني على السعر خاطر تحت أمرك حط مليون جنيه بس المليون جنيه ده مفروض إن هو تيجي الدولة ما تيجي تحزبه تقول له أنت اشتريت ده بكذا تكلف عليك كذا أنت أكلفت كذا الهمش في الربح بتاعك كذا أنت بيعته بكذا بيعته بكذا يبقى النهاردة في الإرادة العام تعالى أنت دفعت للدولة الفلوس اللي أنت أخدتها دي الموضوع مش سايب الموضوع مش سايب ما هي من آمن العقاب أسائل أدم دي قادة اللي هي المعروف فإحنا مفروض إن إحنا لو بجينا نتكلم يبقى نيجي نتكلم أنا في رأي الشخص إنت عايزت تضبط صور رز حضرتك الفلاح اللي هو إحنا يا دولة مثلا محتاجين للرز اللي البطاة يؤدي إيه يبقى نرجع إن إحنا إنه يبقى فيه تنصيق مع جماعات الزراعية اللي هي من وزارة الزراعة إن ييجي هييجي هو مش بياخد الكيماوي والسماد من الجماعيات والدولة الساعات بتدعم كل الحاجات دي يبقى الدولة بتفيدك هتفيدك ادي له سائر عادل وفي نفس الوقت اتفق معا عن طريق بنك الاقتمان الزراعي بنك الاقتمان الزراعي هو يمول اللي هي التكاليف دي كلها وهو زي ما بيقوله كده كان زمان إن هو إيه الدين هنا النهاردة هيبقى للبنك اللي تبقى وفي الآخر أما يخلص المحصول بتاعه يورد ليه البنك الاقتمان الزراعي وبنك الاقتمان الزراعي يدي لوزارة التموين الحصة بتاعه فتقدر على الآقل ما يحصل لكش احتباسات قوية بتأثر ما هو النهاردة لما بيحصل البلونات دي زي ما حدثتك بتقول بتكون النتيجة إيه إن هي بيحصل إن ده بيقولك ده الرزد ممكن يتبع بكذا فبيروح في حتة تانية خالص ده السكر في حتة تانية خالص فدي من الحاجات إن احنا النهاردة لازم نفعل دور اللي هو الجماعيات الزراعية واللي هي اللي بيتعامل معها الفلاح وبياخد منها السماد والكماوي يبقى في نفس الوقت إنت عايزني إن أنا أدعمك شراك إحنا هنديلك وإنت في نفس الوقت هناخد منك بالسعر اللي هو في الآخر هيعرف اللي هو التاجر اللي بياخده منه يساوي اللي بياخده من التاجر مش مهم إنه هنعمل إتاح نيجي تاني النهاردة المنتج ده بعد كده بيروح فين ده قبل كده مثل بإنه هو إن كنا في المينيا وبنفتح الفرع بتاع حماية المستهلك وكان السيد وزير كان خالد حنفي لقى واحد بيبيع رمان فقال له إيه ده ده رمان هايل يا رئيس قال له أنا رنزلت جبته من منفلوت ده رمان منفلوت قال له بالله برفع عليك رحت من المينيا لأسيوت قال له لأ أنا اشتريتهم العبور طيب ده معنا إيه تخليفة نقل من أسيوت البلتك ده من أسيوت راح العبور وهو نزل من مني راح العبور والاتنين رجعتين مين اللي ياخد الزيادة مستهلك مستهلك يبقى لازم يتعامل اللي هي أسواق الجملة في كل حاجة في كل محافظة وأسواق الجملة دي يبقى إن يبقى أنا مثلا عايزة محافظة مشهورة بإنتاجية معينة حد عايز ينزل يشتري يبقى يروح يقوح السوق بتاعه يبقى أنا إذن لإن كل حضرتك اختصارة في أي تكلفة على المنتج في الآخر هيوصل للتكلفة ناقل إن ما يجيش مثلا إن احنا نروح لحط مثلا رسم إغراق على الكويتش وبعد إنه فاجأ إن احنا زودنا النوم بتاع النقل وبالتالي إن كل ده سمع في الآخر على المستهلك برضه على سالك على المستهلك نيج برضه حضرتك لكن لازم إن يبقى فيه نوع من التواصل إحنا كنا فيه وموجودة في قانون حماية المستهلك اللجنة العليا للرقابة على الأسواق دي مهمة جدا دي لجنة كنا بإنفعالنا وفي الحقيقة كانت لها دور إيجابي جدا 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 كانت مكونة من السيد رئيس هيئة رقابة على السادرات والوردات السيد رئيس مصطحة الجمارك المصفات والجودة الرقابة الصناعية جهاز محامات المستهلك بصفة إنه هو اللي كان بيستضيف المجموعة مبحث التموين التجارة الداخلية التجارة والتوزيع الصيدليات التب الوقائي كان معنا برضو الاتصالات وكنا بنقعد كمجموعة واحدة وعملنا ما يسمى بالإنذار المبكر كان بمشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصار سيدة الوزير أبو بكر الجندي كان في ذلك هلوقت كان هم عندهم نقاط رصد خوة 16 ألف نقطة شفت 12 ألف في الحضر في الريف إن هم بيرصدوا الأسعار في هذه الأماكن وقلنا إن لازم إن يبقى إن فيه حاجة مش لازم نستنى لإن ساعات الأسعار من بدء يعني معظم نار مستصغر الشرر لما تبتدي فيه أي مشاكل في ارتفاعات في مقطيقة معينة فيه عندنا كلمنافذة السابتة ومتحركة بنختر وزارة التموين ويختروا اللي هي بتاعة القوات المسلحة ويختروا بتاعة الدقلية يبدأ يخش يعمل تغزية عشان خاطر يوقف عشان توقف وأنت النهاردة لو هي النهاردة حدك التبس هنا هتطلع 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 أو بل ما تيجي تتعامل معها لو تعاملت ببطء هتفاجأ أن أنت مش قادر أن أنت تتعامل معها فهي دي برضو كانت من الحاجات سرعة التداخل سرعة التداخل طب ساعت لو عظم عليش يعني من لحظة الزراع أو الحصاب عند الفلاحة أو لحظة وصول الوارد من المواني يعني لمنتج النهائي سواء أنا مستورد أو منتج محلي لغاية ما يصل المستهلك النهائي في الرف في الآخر في السوبر ماركت أو غيره الحلقات اللي في النص حلقات كتير قوي وهي دي أعتقد اللي بتتلاعب يعني الضحية دايماً بيبقى المساهلك الأخير والراجل المزارع أو المستورد الأولاني اللي في النص كله هما دول اللي بلعبوا ودول اللي في إيديهم بلعبوا بتاترقات إزاي يتم ضبط هذه الحلقات وتقليلها يعني بالنسبة للمستورد نحن كنا يعني بنتكلم على منظومة ترك ان تريس اللي هي تتبع المنتجات وانت تتبعه ده ان انت كان ممكن ان انت بنوع من الكيو ار بتحطه على أي منتج بيكون بقى كل يعني الكوباء المجده يبقى عليه الكيو ار لو تلعب السوق يقولك ده تلعب السوق وتلعب في الحيطة الفنية بحيث ان انت ما انت لازم تستفيد بال بالتكنولوجيا بالتكنولوجيا لانك انت النهاردة لو انت انت بتلعب مع الناس بتلعب بطريقة متقدمة لو انا ما لعبتش معها بطريقة متقدمة زيهم او اكتر منهم هو اللي هتحكم في السوق هو اللي هتحكم في السوق دي نمرة واحد نمرة اتنين ان لازم يفهم يعني دي حتى بتفيد في الحاجات المقلدة يعني النهاردة احنا كنا اساسا هي الفكرة الاسية ان احنا كنا نعملها على الاصلي بحيث الحاجات المستوردة الاصلية اللي هي داخلت المنافس وبتكي دي تاخد والادوية تبقى تاخد نوع من التميز بحيث ان اي حاجة ما علهاش يبقى دي مش مستورد مش اه يبقى مش اصل نمرة اتنين يا امه ان هي خرجت برا السيستم اللي هو تحت منظور الدولة وهي الاهمية كلها ان انت ازاي ان انت تعمل منظور للدول وانا اعتقد ناديتو المرة اللي فاتت وانا مع حضرتك ان اقولت انك لزروف ما تم فصل التجارة الداخلية على التجارة الخارجية والتجارة الخارجية راحت لوزارة الصناعة صناعة تجارة والتجارة الداخلية ده راحت لوزارة التموين يعني انا اعتقد ان جي الوقت بقى اذا كنا احنا فعلا ما تمين ان احنا عايزين حاجة لازم يوردين وزارة للتجارة زي اي منظومة في العالم بكافة روافتها تنمية التجارة يعني حضرتك ما عليش برضو عشان خاطر نبقى المخترح اللي انا بقى يده بالمناسبة جدا جدا ان يكون قطاع التجارة كله خارجية وداخلية كله ملف واحد ملف واحد لان حضرتك يعني احنا ما كنا بنشتغل بكون مثلا احنا كأحمية مستهلك يهمينا حماية المستهلك في الاخر الامر المنظور اللي هو احنا بصى حضرتك قولا وحيدا مفيش حد ضد لها ضد التاجر ولا ضد الصانع ولا ضد التاجر انما لازم انغاب مفهوم العدالة ما بين الاطراف يبقى اختلت الوضع يعني لو تقلب واحد او تجبر طرف على طرف يعني لو مستهلك تجبر عليه يبقى المنظومة مختلة لو الصانع او التاجر تغلب والصانع والتاجر ده جزء من الاقتصاد القوم يعني احنا دايما كنا ما نيجي نتعام معهم يا جماعة احنا مش ضدوكم انتو جزء من الاقتصاد القومي طالما انت بشغل الناس معك يبقى وبياخد فلوسك وينزي لندورها في السوق السوق والاقتصاد ما بيتفعش او يبقى قوي الا بيت حلقات التداول دي بعض عديد فاحنا مش ضدهم بالعكس احنا بندعم ان اي حد وكل اللي احنا عايزين نقوله ايه نقطة نظام احنا دلوقتي في وصلنا في مرحلة ان ما لم ننظم نفسينا ونحط الحدود ونحط الاساسيات بتاعة العلاقات ما بين التجارة والصناعة والمستهلت بشكل تبقى للقانون ما حدش طالب ان هو داي يبقى لان القاعدة الزهبية ما فيش حد فوق القانون القانون بيقول ايه يطبق على الجميع بلا استثناء انما هنفضل ان احنا نقول ان دا نستنى اصل الظروف او ما شابه ذلك انا اعتقد احنا احنا في عصر زهبي النهاردة البلد بقت جاذبة للاستثمار من الخارج بشكل جميل ليه لان اتعاملت بنية اسية صحيح ولو لم تكن هناك بنية اسية ما كانت حد هيجين من طرق هيجي زاي دا انت فاكرة حدرتك سفر المنديال قالوا ان هو العربيات الاكسدام في الاكسدام وما حدش هيعرف اتحرك وبالتالي ان النهاردة اصبح عندك حدرتك دولة حديثة ينقصها الان بقى ان الاستفادة بالبنية الاساسية الجبارة اللي تحطت دي كلها لانك ما لم يكن عدك هذي البنية الاسية ما كنتش هتقدر بنحضرتك ان الناس هتيد اللي سواء مستثمار من الخارج او من اي حاجة فانت بتحط وخلي بالك ان كلنا عارفين ان مصر هي هدف لان هي ازاي انه وقفة طبعا لغاية دلوقتي بهذه الصلاة دا صحيح العرف الاول بدأ انزل سعره اللي كانت بتطلع دون ضابط او رابط بدأت تنزل خلينا اقول انه هل يمكن ان احنا نجد في يوم الايام تاجر امين عنده سلعتين سلعة بسعرين يعني ده اللي انت قد تقوله في منشها بيه لانه مدخلاته هو مسعر على سعر 60 دولار مثلا 60 جنيه دولار ومسعر على سعر 40 هل يمكن ان انا اجد في مصر تاجر امين عنده زي بابا نشوف فره يقولك دي التشغيلة الاولانية بقى دي كده نفس الصنف زي اللي احنا ما حنا كنا بندي المثل اللي هو الراجل اللي كان في ايرلندا ولقى النسكة فيه اتنين بسعرين فالرجل قاله ازاي فقاله ده كان قديم وده جديد انما احنا احنا اعتقد في مصر برضو فيه ناس يعني انا شفتها مع سيادلة ان كان فيه ادوية كنت بروح قلقى يقول لي ده قصد دي الاستق القديم تشغيلها القديم اه تشغيلها القديم وفيه ناس باعتها بسعر الجديد فين الدولة بقى اخدت ايه من الراجل اللي هو كان واخد الحاجة دي مش انها المفروض اعرف عن المخزونة قد ايه واشوف الاسعار الموجودة على العبوات في السيدليات او في السوبر ماركت او في المحلات واشوفها موجودة على العبوة نفسها تفي حضرتك تفتيش السيدات احنا برايا ما كنا في حماية المستهلة كنا بنعمل حملات مشتركة مع تفتيش السيدليات مرحبا ما كنا بيعني احنا كنا بنومن بال العمل الجماعي العمل الجماعي اه اه يعني في الاخر هو هو هياخد يعمل شغلته صح وانا هعمل شغلته صح يعني مثلا ايه اللي هو ما كانش عندهم حاجة لحكاية انوضع الاسعار على المنتب انا عندي في القانون كان اياميها اللي هو وضع الاسعار في المنتب وبالتالي كنا بنكمل بعضين هو كان بيروح يشوف بالإكسبايري الحاجات اللي هي الصلاحية صلاحية وغير اه وكان فيه حاجات بتبقى كانت متهربة من بر يعني كان ما اكسر انما اللي انا عايز اقول لحضرتك ايه ما لم احنا نستغل الفرصة اليومين دولا في فرصة بس مش عايزينها تفلت لان الوضع الطبيعي ضعاف النفوس هيحاولوا برضو يسترجعوا المساحات اللي هي تدفئة طبعا طبعا كانت في حالة فوضى اه فلازم الدولة تبقى في حركتها سريعة اسرع من هؤلاء ما اسرع من هؤلاء ويتحط سيستم يعني انا كتمنى ان يبقى فيه مجلس اعلى الاسعار المجلس الاعلى الاسعار مش اي حد يطلع ويروح وولعك في الاسعار وياخد معاه ارتفاع الاسعار ده زي الزلزال ساعات اللي هو التوابع بتاع الزلزال بتبقى اقوى من الزلزال نفسه طبعا وبالتالي ان احنا لازم ان احنا لما ييجي حد هيقول هيرفع منتج يبقى على القلب يبقى معروف ان المنتج ده مش منه الحاله هياخد ايه بعد كده بمعاه يعني ممكن ياخد ما وعليش دكتور عطف حد هيقول انه ده تدخل في قول عرضه الطب لا ما انا مش ماليش يعني انا بقول لحضرتك ايه حد هيجي يقولك انا هرفع سأل طيب اوكي اقول لنا ان انت ده كان كذا ويبقى كذا طب انت يا دولة بقى تيجي الاكهزة اللي هي المقتصة عشان حاسبه على الضرائب من كذا لكذا عشان احنا انا فاكي اتذكر ان في تعويمة 2016 فبرضو كان فيه الاوفر برايس ابتدى يصر وكان بيجي ويقول له ايه انا هدي لك بعد ما ياخد وصل بالفلوس اللي دفعها بالكامل يقول له انا انا هرخص لك العربية عشان الفرق اللي احنا عملنا ده من الناس زنب لا انت ولانا ويجي يروح حاطط له فطورة ضريبية بالسعر الاصلي في الملف عشان ما يتقى عشان ما يشوفهاش فاحنا كان بعلاقاتنا مجيدة مع المرور فما كان لحد بيجي اشتكلنا قبل ما بنفحص بنروح على المرور نقول له عايزين صورة من الفطورة الضريبية اللي محططها في الملف فاحد الشركات المعروفة كان عندنا عشر قضايا جاهزين فجبنا التهرب الضريبي معنا ورحنا مشكلين لجنة ورح قالت له عايزين من العربية كذا وكذا 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 رح منفتح الدرج طلع دفتر الشكات اللي هم عشرة مليون تحت التصالح عشان ما طلعش مقبود علي من الشركة بتاعتي فهي يعني اما يعرف اي حد ان مش هتقدر تعمل حاجة وتهرب بيها لان يد الدولة اقوى من اي يد موجودة يبقى اكيد معلش هقاطع حضرتك هل سؤالة هو هل اجهزة الدولة اللي هباك قلتها من شوية اللي هي منوط بها مراقبة ومتابعة وادارة الاسواق اقوى من التجار الموجودين ومن يديروا الاسواق الدولة اقوى ايه الدولة اقوى القوانين كافية بص حضرتك الدولة قوية يعني انا يعني انا متابع مثلا عمل جهاز حماية المستهل الفترة الاخيرة كل اللي طبعا احنا شكنا وكل اللي بتعرف زي بتحس ان انت برضو يعني اي نجاح ليهم بتحس بتفرح ليهم اكتر بتفرح لنفسك صحيح لانك انت بتحس يعني انا فاكر ان كان المبدأ اللي منقول جهاز حماية المستهل الجهاز يجب ان يكون اداة فعيلة في التحيي العدالة الاجتماعية صحيح اشتري حاجة بمليون جنيه هيحموك اشتري حاجة بجنيه هيحموك بنفس القدر بتاع المليون وبالتالي ان الفترة الاخيرة انا شايف فيه تحرك يعني جايد جد اكثر من جايد يعني ابتدى التحرك ومن ناحية الاعلام ومن ناحية كل حاجة ابتدى يعني فيه انا فاكر قضية راحوا جابيهم مخازن السكر ومخازن المواد التأمونية اللي جابوها ما كانش بييجي حاجاتها على هذا المستوى فاذا احنا منتظرين منهم اللي هو هم حاليا بيقوموا بالدور والناس بقى نرجع نقول ايه اين المجتمع المدني انا قدام حضرتك هو باعترف ان انا وانا بنتطلع قانون حماية المستهلك يعني فرطنا في حق الجماعات الاهلية والمجتمع المدني لان انا كنت بقدم مادة ان الجهاز يأخذ جزء من حصيلة الغرامات للصرف على انشطة الجماعات الاهلية والفكرة الاساسية كان في هذا الموضوع ان مثلا احنا عندنا فروع جغرافية في المدن طب افريد انت يا مستهلك موجود في مدينة او مركز او قرية بعيد عن المدن لو انا عايز اعمل شكوى اروح هناك اسافر عشان اروح اقدم على شكوى على 20 و 30 و 40 جنيه وادفع قدامها 100 جنيه او 200 جنيه لا تستخدموا اقول لا اللي يقدر يستعود زيه في اي حتى في العالم الجماعات الاهلية بتقوم بدور المسندة لجهاز حماية او الاجهزة الحكومية وازاي ان احنا نحولهم الى متابعة اسواء يعني النهاردة لما انت تقدر ان انت تتنظم عملهم تقدر ان انت يتبعو لك الاسعار تعرف ان في الحتة دي الاسعار بتادي تزيد صحيح ده اللي هي متابعة متابعة وليس لديهم سلطة الضبطية القضائية وبالتالي اللي عنده سلطة الضبطية القضائية جهاز حماية مستهلك ومباحث التابعين الاكهزة اما يكون لهم ليهم العينين بتاعتهم في هزيه الاماكن من خلال الجماعات الاهلية ويقوموا بدور التوعية وبعدين هي التوعية بس رفع الاسعار احنا ما اتكلمناش على النمط الاستهلاك اه ده مهم ده موضوع تاني بقى خالص اه يعني النمط مغير للمرض الاستهلاك وثقافة الاستهلاك الى اخيره اه يعني النهاردة اللي بيطلع بره هناك بيشتري يروح يشتري موزايا يشتري بتفاحايا يشتري ويوزنها ويقوطها ويروع مفيش عبدهم ثقافة خزين البيت اه انا انا اشتغلت انا كنت بشتغل في المسجد مسؤولة التفتيش البيئة في وزارة البيئة لمدة السبع سنين كان معروف ان احنا واحنا بنشتغل ان اغنى مخلفات منازل في العالم اللي هي طالعة من عندنا من الاسر المصرية لان المعظم الاكل اللي هو ما بتاكلش بترمي في مع المخلفات بتاعت البيوت والحاجات الفاكهة والخضار وكل ده بيعتبر اللي بتعمل بيها مخصبات زراعية فالنهارده اولا النهارده لما اخش وتدخل واقدر اقصر على الطلب مش ده هيقصر على العرض طبعا وبالتالي الاسعار تبتدي تنزل صحيح انما ما نقدرش ان احنا يبقى ايه فيه سلوك فيه سفة في الاستهلاك ونبص نلاقي ان في الاخر بقول الاسعار بتزيد ليه صحيح طب ما احنا يعني احنا لازم انا بتكلم مش على العرض بس وانا اتمنى ان يرجع تاني للتعاون اللي كان ما بين جهاز حماية المستهلك والمجلس خاومي المرأة لان احنا كنا ابتدينا مع الدكتورة مايا مرسي اللي هو تدريب المرشدات اللي هما الرائدات الرفيات الرائدات الرفيات ازاي ان هما يوصلوا للسيدات الستة في البند هي وزير المالية طبعا فالعرضة اه فالنهاردة ازاي ان هي لا عايزين احسيمها رئيس الوزارة ولا وزير المالية لا بص احنا يعني يعني مواده سقفة مفيش بعد كده رئيس وزارة رئيس يعني ربنا يخليهم لينا كلهم فانا ازاي ان هما يعلموا السيدات حتى في الريف او في المدن ازاي ايه البدائل يعني سعدت وهي جدين يقول لها يقول لك البامية بقت بياربعين جنيه طب ايه بدا البامية طب واحنا مش هنقدر نعيش من غير البامية يعني ما هو اه ما احنا عايزين يعني دي حاجات بيبقى في العروات والفرق بين المواسم وغير اه يعني ازاي ان الناس على القناعة يعني لازم ما هنقدر بيجففوا بيجففوا البامية ويجففوا الملوخية ناشفة يعني احنا بتكلم ازاي ان احنا نوصل ان احنا ملقي ناش دي يبقى لازم بمهندنا دي صحيح فدي من الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم يعني ويطول الحديث ويطول الحديث لان انت عارف حضرتك ان في حاجات تانية احنا اتكلمنا على الكمال بقى السايكل اه الاسواء المجتمع المدني القانون اتمنى ان كنت اتمنى مع التغليز العقوبة الاخير اللي لاحتباس السلع اه انه كان يتحطى حاجة ان هي تغطي يعني انا يوميها قالوا لا ده هيبقى سبب للفساد يا جماعة مش فساد ولا حاجة واحنا بننقش القانون اللي هو قد عايزة تضيف ايه حضرتك انا كنا عايزين نضيف ان جهاز حماية المستهلك يبقى في حصة من الميزانية بتاعته للتمويل الانشطة الخاصة بالجماعات الاهلية يعني مثلا النهاردة طبعا كلهم في يعني الفلوس مش بتحصير بنفس القدر كان زمان يعني مع طبعا ممكن تقول به بالترامل الاجتماعي معهم اه فكان مثلا ايه نقول ايه ان جهاز حماية المستهلك ممكن تيجي الجامعية يدعمها في الاجار يدعمها في الكهرباء في خط التليفون في فاكس صحيح ويبقى ويبقى ده نوع من الشراكة مش عيب قبل يعني انا عايزين نفعل دور المجتمع المدني وجمعياته في التعامل مع حماية المستهلك عندنا برضو ان احنا طبعا ان نازم يخش في المناهج التعليمية ازاي ان احنا نعلم النشأ من الاول ان هنا ان من الاقتصاد البداء وثقافة الاستهلاء وثقافة الاستهلاء والى اخير والا انت عارف حادثك كنا عاملين اللعبة لطيفة قوي سلم وتعبان اه طبعا السلم والتعبان كنا عاملينه ان احنا لو انت معك فطورة ده سلم لو انت روحت من مصدر مكهول ده تعبان ينزلك ايوه والولاد ايه حاجة على قال ان تقدر تخلي الولاد يفكروا تمشي معهم ان تفضل في كده جواهم ان حماية المستهلك ان ده جزء اصيل من حياة الاطفال انت علم من الاول بقى ازا كنا احنا ككبر نقش على الحجر طبعا نقش على الحجر صحيح فده من الحاجات برضو اللي احنا بده نتكلم عليه صحيح اعايزين نقول ان هما اه ان دعم جهاز حماية المستهلك النهاردة الناس كنت لها بتحمل جهاز حماية المستهلك بما لا تقلها لان برضو المان فاور والامكانيات بس خلاص بقى قالك هناخد الكوادر اللي انت عايزها وبدأ يساعده برضو اه يعني بس لازم ان هما ان هما يوفروله نسبة وتناسبة عشان في الاخر الناس بتيجي انت انا بنزج في خلال الجهاز طبعا اه طبعا ما اساسي يعني هو الستندق اللي هو اللي الناس بتتخنع ايه لا ده هو اللي في قدام اه ما بيش جره قدام فا ما وزارة تموين مش انا قاله كده لا في الحقيقة انا انا ما دكتور عمسان قال كده في المالس ان هو بقى كده فقال يعني مش وزارة تموين بس اللي في فيه اجهزة تانية وغيره يعني يعني بص انا انا اتمنى ان هو الاستقلالية التامة لجهاز حماية المستهلك ودي الفكرة الاسسية لما احنا رفعنا مسمى حماية المستهلك واحنا بننقش قانون حماية المستهلك الى ان يكون تابعا مباشرة لمجلس الوزن واللي بيعين وليس تابعا لوزارة تموين طبعا لانه هو مفروض بيرائب على وزارة تموين كمان واللي بيعينه دلوقتي برئيس الجهاز السيد رئيس الجمهورية فالنهاردة ده اعلاء الشأن بتاع الجهاز ده بسبب اهميته في استقرار السوق دكتور حاطف شرفتيني واسعدتيني وانهرت لنا الطريق وربنا يعني يجعل هؤلاء الذين يعني بيدهم امور الاسواق يستمعوا الى هذه الرشدات انا عايز اقول لحديتك حاجة بس اسمعتها قبل ما اجي فطر دلوقتي عارف مشكلة اللي هم تجار العربيات ايه دلوقتي اه لما جم يقضوا من الناس اخدوا بالدولار يعني بو 60 و 70 اه فدلوقتي الدولار نزل وهم بيدوش وصلاة بالدولار بيدوهم بالرقم المصري اللي بيواز المصري اه اه فالعايز يرجع دلوقتي بيقول له انا عايز فلوسي يقول له هده لك دولار اه يقول له لأ ما اخدش دولار انا بسعر هتدهاني مصر وفيه دلوقتي ابتدت بشاكل تحصل للناس اللي هي لقيت دلوقتي اللي عمده مشكلة يروح يبلغ عشان نبضع لهم هما الاثنين اه وعشان كده انا اتمنى ان هو كل من هو ان يعني قانون حماية المستهلك بيقول ان انت من حقك في الرباح لو انت ما كنتش سلمت او تقاع سعر التسليم او تأخر في التسليم فالنهاردة يعني فلوسه بالسعر الصرف اللي في وقته او يروح يبلغ فيه عشان قطرهم هما الاثنين خشوا السليم لان يتعاملوا على خلاف القانون لا هو على هو حط فلوس بالسعر اللي حتى اللي اخدوا اخدوا بينهم دولارات بس كتابها بالمصر عشان ما يقدرش يكتب بال بالدولار من اقول لحضرك اه ومشكرك جدا لدكتور عاطف الحياة شرفتني وان شاء الله لنا لقاءات اخرى حول موضوع مهم جدا منسي هو ثقافة الاستهلاك ان شاء الله ايه ده موضوع مهم جدا انا بشكرك جدا دكتور عاطف يعقوب رئيس جايز حماية المستهلك سابقا كنت معي كل شهور التقدير مشاهد الكرام فاصل قصير ثم نعود للفقرة الحوارية الاخيرة في حلقة دايلا ابقوا معنا